عاد رئيس عبد الفتاح السيسي بسلام الله إلى أرض الوطن عقب زيارة قصيرة أجرها للأردن وكان الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد عقد مباحثات قمة في العاصمة عمان تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة البمهورية أن الزعيمان أشاد خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات مؤكدين الحرصة المتبادلة على تطوير هذه العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترق في جميع المجالات وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق وتشاوري تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة حيث أكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وأيدا رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما حذر من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وطالب الزعيمان بضرورة ضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية دون عرقيل لآغاثة المنكبين في كافة مناطق القطاع وتم تجديد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم والتمسك بحل الدولتين ترجمة نانسي قنقر